خلنا في الخناء الداخلية بقى بعيدا عن يعني الخطر المصر في خطر فعلا نعم يعني واختر شيء فعلى مصر هو النظام اللي موجود دلوقتي مش اسرائيل يعني مش اسرائيل بس لسا النظام والإعلام في مصر عايش في عالم موازي هو قرر يعيش في فقاعة كده مع نفسه النظام بإعلامه بجيشه بداخليته نظام عايش منفصل عن الداخل وعن الخارج عمال يقولك انتخابات بجد وشكاوى وعايشين دور بقولك عايشين في حتة كده لوحدهم كأننا في تنافس حقيقي مش مفتعل فتسمع مثلا من الهزارب أو الهزل شكوى فريد ظهران قال ايه من منع حضوره للفرز قال يعني فريد ظهران لو حضر الفرز هيرأي بالنزاهة أقعد في حتة ضل الله خليك يا فريد لسه بقولك هم عايشين في فقاعة كده بص السيسي بنظامه كله داخليته قضاءه جيشه عايشين في حتة كده بعيد عن الشعب وبعيد عن الكوكب خالص يعني ولا كأنك ان ده استفتاء على الزعيم ولا شايف الناس خلينا نشوف رفعة قمصان بيكلم على ما حدث اتفضل اتفضل ده محمد كمال ده اتفضل اتفضل يمكن يكون تصور فرضي غير واقع يعني انما يعني قلت ممكن نحط عنوان لأول مرة في تاريخ مصر انتخاب واستفتاء في يوم واحد انتخاب واستفتاء في يوم واحد صحيح وانا متصور تصور فرضي يعني يعني عشت فيه كده في أجواء الميتافيزيقية كده يعني ان هناك صندوقين للاختراع وان هناك بطاقتين لإبداء الرأي احدهما لاختيار قيادة سياسية تقود البلاد خلال الست سنوات القادمة والاخرى نعم للأمن القومي المصري نعم الاستقرار نعم الاستكمال خطط التنمية والبناء على الإصلاح اللي أعلها الدكتور محمد كمال حل لكيان نهاردة بقى مش هرد على النظام ده وأوهامه أنا بس هجيب إحصائية أعلنتها جوجل من يومين من يومين النهاردة إيه الخميس من يومين ارجع يومين وراء الأربع الثلاث جوجل عملت إحصائية من يومين لاهتمامات المصريين يا ترى الشعب ده اللي عنده انتخابات رئاسية كان بيدور على إيه في جوجل الشعب ده يا عمي كان بيدور على إيه في جوجل كان الناس مهتمية بإيه بالانتخابات في مصر لا تصدق كانوا مهتمين بالانتخابات في تركيا لا يعني بجد خلينا نشوف كده جوجل كتبت إيه تفضل إلعب إلعب مواضيع البحث في 23 الاطلاع على المواضيع التي كانت رائجة في 23 مصر صغر اللي خليك الشاشة بص بقى الناس كانت على جوجل في مصر الناس على جوجل في مصر كانت مهتمية بإيه حرب فلسطين بخصوص حرب فلسطين كانوا مهتمين بسيناء كانوا مهتمين بمعبة الرفح كانوا مهتمين بأبو عبيدة بطابة بالشهيد محمد صلاح في 23 كل جاب سنة 23 الاهتمام الأول كان سيناء معبة الرفح أبو عبيدة طابة الشهيد محمد صلاح طفان الأقصى صحراء النقل الأغبار المصرين في 23 كانوا مهتمين بإيه بحار بفلسطين وإسرائيل بانخفاض قيمة الجنيه في رقم سبعة بالانتخابات التركية إيه بقى الشخصيات اللي كانوا بيدوروا عليها أبو عبيدة أحمد طنطاوي محمد سلام دي قائمة الاهتمامات اللي المصرين كانوا بيدوروا عليها تخيل تخيل في 2023 فيما يخص الموضوعات المصرين كانوا مهتمين بسيناء بمعبر رفح بابو عبيدة بطابة بالشهيد محمد صلاح بتوفان الأقصى بصحراء النقل فيما يخص الأخبار كانوا المصريين مهتمين جدا 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 بحارب فلسطين أخبار حرب وإسرائيل أخبار الجنيه وتخفيض بالانتخابات التركية فيما يخص الشخصيات المصريين كانوا مهتمين بابو عبيدة بحمد تنطوي بمحمد سلام ده جوجل مشانة ده جوجل قالت المصريين في تلا بمناسبة إن إحنا في 12 يعني خلاص السنة قافل الـ 23 جوجل مطلعة الإحصائية عن المصريين خلال 23 من يناير لحد الوقت إيه أكتر الموضوعات اللي اهتموا بيها الشخصيات اللي اهتموا بيها الأخبار اللي اهتموا بيها ما فيش انتخابات رئاسية خالص خالص مش أنا والله إعرضهم بس عشان الجماعة اللي جاءن بتاعتهم يعيني مصابين بالحوال أهو أنا ما جيبتش حاجة من عندي اتفضل آدي أكتر الموضوعات اللي اهتم بيها المصريين في 23 2023 على جوجل موضوعات شخصيات أخبار شفت حاجة عن الرئاسة هنا انتخابات رئاسية شفت المصريين دخلوا دوروا على انتخابات الرئاسية ولا الشخصيات اللي في انتخابات الرئاسية ولا الأخبار اللي في انتخابات الرئاسية ما فيش حاجة أول حاجة في الموضوعات سيناء تاني حاجة اهتموا بيها معبر رفح تالت حاجة اهتموا بيها أبو عبيدة رابع حاجة اهتموا بيها طابة الشهيد محمد صلاح توفان الأقصى صحراء المقب طيب في الأخبار اهتموا بالحرب اللي بين فلسطين وإسرائيل اهتموا بأخبار انخفاض قيمة الجنيه اهتموا بأخبار الانتخابات التركية طيب الشخصيات اهتموا بابو عبيدة أو عملوا سيرش على ابو عبيدة اهتموا بأحمد طنطاوي اهتموا بمحمد سلام الفنان محمد سلام يعني العدد الأكبر من المصريين خلال 23 دي كانت اهتمامتهم في الموضوعات في الأخبار في الشخصيات ما فيش انتخابات رئاسية خالص يعني المصريين اهتموا وعملوا أبحاث سيرش على في جوجل على انتخابات تركيا الرئاسة بتاع تركيا ماهتموش بالسيسي خالص بقولك نظام السيسي بجيشه بإعلامه بقضاءه في عالم تاني خالص في كوكب تاني في فقاعة كده عاشيله وحده يعني الانتخابات والشو والفرح حتى العريس طلعوا مش موجودين أصلا في قائمة البحث في محركات البحث بتاعة المصريين على جوجل كنت لسه بحكي أنا والدكتور مأمون فندي النهاردة على شيء مهم جدا كان ضرب بيني وبينه تليفون وأنا يعني هو أنا ما استأذنتوش أتكلم على اللي حصل بيني وبينه يعني فبنتكلم على إن المصريين طول تاريخهم كده الحكام في حتة وهم ليهم حكام تانيين يعني تلاقي العصر العثماني كله ما لهمش دعوة العصر المملكي كله المصريين ما لهمش دعوة العصر البطلمي كله الروماني كله المصريين ما لهمش دعوة المصري له طريقته في الحكم انت مش بتحكموا مش دي بلدكم حكموا بس احنا هنا طريقة تانية فتلاقي مثلا في التقسيم السياسي كل اللي عدوا على مصر حكموهم لهم تقسيم سياسي سواء كانت بقت مدريات بقت محافظات محافظة المينيا محافظة جنوب الوادي مدريات قبل كده ايام لمحمد علي يقسم القاهرة اربع تتمان لكن المصريين يحكموا ازاي بقى تلاقي حكام اليوم تانين خالص تلاقي مثلا الشيخ احمد البداو في طنط حاكم الدلتة المرسي ابو العباس في اسكندرية حاكم للبر ده عبد الرحيم القناة في قناة يحكم الحتة دي الشيخ الفولي في المينيا وهكذا هم يسيبوا البلد السياسيا انتوا عايزين تحكموها حكموها احنا لنا طريقة تانية بقى ولذلك مصر هتلاقيها البلد الوحيد تقريبا اللي هي اقتصاد موازي يعني اقتصاد موازي يعني اقتصاد تحتي كده وعلى فكرة الاقتصاد الموازي ده هو اللي حامى مصر فتركت كده جدا يعني اقتصاد موازي يعني انت لما بتروح للسوبر ماركت بتدفع له فلوس عشان تشتري جبنة بيطلع لك ريسيت صغير كده هو بيدفع ضرايب للحكومة هو متسجل عند الضرايب بس انت لو راح تشتري حزمة فجل من عنده واحدة ستة في اي سوق لو واحد راح اشتري جدي او معزة او عدي او جمل ما بياخدش واسط وما بيش حاجة اسمها كده خالص بيبقى راح اشتري عجبات البضاعة عجب وحوطتين الجبنة من عند الست اللي قاعدة في الشارع او المعزة اللي الراجل بيباعها بكامي حاج بكذا تبقى اخد فيها كذا الراجل ده سال ايه ده للراجل ده فلوس خد منه بضاعة دي مش موجودة في النظام المصري خالص مش موجودة في السيستم خالص نهاية بتلمع ما ورنيش عنده واحد عادرت تلمع ورنيش في الشارع بكامي حاج بااا 8 جنيه ادفعت 8 جنيه لدك رسيت ولا عنده بتقادر يبايا ده اسمه القصوات الموازين ده البلد ماشية كده لكن تروح سوبر ماركت هايبر ماركت تروح محل ملابس انت دخلت السيستم البلد ماشية كده وعشان كده مش بعيد انك تشوف نظام السيسي في فوق gust baik عايشت واحده بحساباته بأرقامه بكل حاجة في الدانية بأفراحه لوحده لكن الشعب بيدور على حاجة تانية هي دي عبقرية المصري في الرفض الصامت للظلم ان انا مش دعو بيك لكم دينكم وليا ديني انت مش فرحانين افرح بيها بس انا منخصنيش القصة دي خالص مش بتاعتي عشان كده المصري بعد قريته للرفض الصامت ده طلقت الاسوات البطلة في المركز التاني كاعلان عن رأيهم في الوضع السياسي انت مش وديتني بالعافية مش انت جرجرتني من الجامعة او من وظيفتي او من حتتي بالعافية وخدت بتقطي ماشي انت بدي صوتي باطل هوا مصر مؤشرات اولوية تظهر فوز السيسي بولاية جديدة وستوقعات بمرتبة متقدمة للاسوات البطلة توقعات بمرتبة متقدمة وتوقع رئيس الهيئة البرلمانية لحزم التجمع بمجلس النواب ان يحسم السيسي يا ولد على التوقع نتاج الانتخابات وان يتجاوز عالد الاسوات البطلة باقي المرشحين هل المنظر ده بلد في الدنيا شوف المنظر هل المنظر ده بلد كام لوحة للسيسي على فكرة ده كبر اكتوبر واللافة دي وانت طلع كده طلع على غمرة رمسيس وغمرة هل ده منظر خلينا شوف الصورتين دول عكس بعض بقى اللي جايين دول اهو تفرج اهو اسوات ابطلاتها المحبة والرفض مشاهد من فرز الانتخابات الرئيسية السيسي لقى فريد ظهران لقى فعب السلام دي عاما لقى كله لقى مش انت جبتيني بالعافية مش جبتيني بالعافية اهو اتفرج انا هبطل لك صور يلا مش جبتيني حضرتك ومرمرتيني وعادت تقولي اه انا مش عارف ايه طب يا معلم انا بقى معلم هرزعك دلوقتي اه بوزنك صوت ببساطة يا حضرات الانتخابات كانت معناها الجرافيتي اللي عملوا الشاب ده على حيطة لجنة انتخابية شوف 300 جنيه عمل حزبة انتخابية كده على الحيطة 11-12-23 مش عارف ايه 300 جنيه تساوي كم 6 سنين جوع في 300 جنيه تساوي 300 جنيه تساوي 6 سنين جوع ببساطة ده المصري اللي قاوم طول عمره بالنكتة بالإحاء بالرمز الفاطميين عاشوا في مصر اكتر من 300 سنة والفاطميين كانوا أغناء جدا 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 وحاولوا انهم يخلوا مصر شيعية موطن للشيعة والـ 300 سنة بتاعت الفاطميين دي يعني مصر شافت فيهم عز ما حد شافوا بس المصريين كلوا على موائد الفاطميين لكنهم لم يتشيعوا على الإطلاق خالص مشت جاء صلاح الدين ضرب كرسي في الكولوب بطير الفاطميين والشيعة وقفل حتى المسجد الأزهر الجامع الأزهر لأنه كان موطن الشيعة ومشي عادي جدا ولا أي حاجة هما ده المصري يعرف يتحك لك كده فتظن أنه قبله لكن هذا القبله أو من تظن أنه قبله ابتلع حضارات قبلك بعشرات الألاف من السنين بلع الرومان والبيزنطيين والبطلمة والمماليك والعثمانين بلعهم والفرنسويين بلع كله وهو مكمل في طريقه